بسم الله الرحمن الرحيم 22 لنتابع حل المعجم والدلالة السؤال الثاني استخرج معنى المفردات كل من المفردات الآتية من المعجم إذا أردت أن أستخرج معنى كلمة أقوم برد الكلمة إلى أصلها الثلاثي تذكروا معي أرد الكلمة إلى أصلها الثلاثي العذل ما هو أصلها الثلاثي؟ نعم إنها كلمة أو الفعل الثلاثي عذلة وكلمة العذل تعني اللوم الفعل خر هو ثلاثي ومعنى هذه الكلمة سقط أي وقع اسكاف من الفعل الثلاثي سكفة ومعناها صانع الأحذية ومصلحها صانع الأحذية ومصلحها استخدم المفردات الآتية في جمل مفيدة من إنشائك الفعل استحسن استحسن المعلم قصيدة كتبها الطالب استحسن المعلم قصيدة كتبها الطالب الفعل ارتحل نقول ارتحل الحجيج إلى مكة كلمة ارتحل يعني انتقل من مكان إلى آخر ثالثا الفعل كمنة كمنة يعني اختبأ واختفى أو عمل له كمين نقول كمن الأسد للغزال خلف الشجرة كمن الأسد للغزال خلف الشجرة نأتي إلى السؤال الرابع في المعجم والدلالة يقال الحديث ذو شجون والشجون لغة شعب الوادي وتفرعاته فما الشجون في قول الشاعر أحمد شوقي أرقت وعادتني لذكرى أحبتي شجون قيام بالضلوع قعود طبعا هون كلمة شجون مفردها شجن مفردها ماذا شجن وماذا تعني تعني ألهم والحزن نأتي إلى الفهم والاستيعاب ورد في نص المثل الأول أمثال أخرى غير المثل الرئيسي ما هي الأمثال الأخرى التي وردت المثل هو أنجح أم خيبة أسعد أم سعيد الحديث الحديث ذو شجون با وضح المواقف التي يمكن أن تقال فيه الأمثال يمكن أن تقال هذه الأمثال حين تكون موضوعات الحديث متنوعة حين تكون موضوعات الحديث متنوعة في أكثر من مسألة فنقول أنجح أم خيبة وأسعد أم سعيد مثل قولنا أخير أم شر السؤال الثاني اختر الإجابة الصحيحة فيما يأتي إذا رأى شخصا تحت الليل مقبلا أي رآه ماذا هل رآه مختبئا في الليل قادما في الليل أم مهموما محزونا أم متخفيا نقول قادما في الليل نعم الإجابة الثانية باء المثل القائل سبق السيف العذل تعني ماذا تعني هذا المثل أن الندم على ما فرط من الأمر غير مهم أو أن الندم على ما فات من الأمر مجد أم لا لومة فيما لا سبيل إلى رده أم اصنع ما شئت ولا تبالي نعم هو الخيار الثالث جيم لا لومة فيما لا سبيل إلى رده يعني لا فائدة من هذا الكلام فالذي حصل حصل لا يمكن أن نرده ثالثا جزاء سنمار مثل يضرب لي سوء الجزاء على الإحسان الجزاء الحسن على الفعل الشنيع جزاء السوء بالسوء من غلبت إساءته إحسانه هذا المثل هذا المثل يضرب في الخيار الأول سوء الجزاء على الإحسان الخيار ألف ثالثا ماذا تعني جملة ذهب مثلا الواردة في نص المثل نقول ذهب مثلا معنى ذلك بأنه انتشر على شكل مثل أنه الناس أخذت هذا الكلام على شكل مثل يذكر أو يقال في نفس المناسبة أو قريب من هذه المناسبة التي قيل فيها رابعا في ضوء دراستك قصة المثل سبق السيف العدل قارن بين هذا المثل وقول الرسول صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالصرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب في قصة المثل لم يتروى ضب بن أدن وقتل الرجل وقد لامه الناس في قتله لأنه كان في الشهر الحرام في حين أنه يجب عدم الإسراع والإنجاز وراء الغضب أو الإنجرار وراء الغضب لا يجب الإنجرار وراء الغضب لأن الإنسان عندما يكون يشعر بالغضب فإنه يتصرف ممكن أن يتصرف شيء يندم عليه طول حياته خامسا وهذا ينطبق مع ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم خامسا فيما يضرب المثل الآتي رجع بخفي هنين لمن من عاد بجيبه أمل لمن من عاد بجيبه أمل أو بجنبه أمل وفي التأني ما الدروس والعبر التي يمكن أن نتعلمها من الأمثال نتعلم من هذه الأمثال التأني الصبر التفكر أن لا يجازي الإحسان إلا الإحسان لا يجازي الإحسان إلا الإحسان سابعا اضرب أمثالا أخرى جرت على ألسنة الناس وبين المناسبات التي قيلت فيها أو تضرب فيها هذا سيكون واجب عليكم يا تاسع لتضربوا بعض الأمثال وتقولوا المناسبة التي جرت فيها أو جرى فيها هذا المثل ثامنا أنا ذكرت مثال كأن على رؤوسهم بالطير تضرب للشخص الساكن يعني لما أقول لما ألاقي إنسان هادئ وساكت وساكن فأقول كأن على رؤوسهم بالطير أقول هذا المثل سابعا اضرب أمثالا أخرى جرت على أرسنة الناس بين المناسبات قال تعالى ثامنا إن الله لا يحب الخائنين وكان الإنسان عجولا ما الصفتان لتاني وردتا في الآياتين الكريمتين الخائن في الآية الأولى والعجول المتسرع في الآية الثانية الثانية ما رأيك في هاتين الصفتين لا يرضى الله عنهما وهي صفات سيئة هل يرضى الله عن الخائن العجول المتسرع الذي يتصرف خطأ هل هذا هذه صفة حسنة طبعا لا جيم استخرج من النص ما يدل عليهما في الحديث الأول أو في الآية الأولى أو في المثل الأول عندما تعجل ضب في قتل الحارث وفي المثل الثاني يدل على الخيانة عندما كره أن يعمل مثلا مثله لغيره أو يبني قصرا مثل هذا القصر لغيره فهذه خيانة فألقاه من أعلاه فمات خانه وقتله هنا نكون قد انتهينا من أسئلة الفهم والتحليل نأتي إلى التذوق الأدبي اقرأ البيتين الآتيين المتنبي ثم أجب عما يريهما ومراد النفوس أصغر من أن نتعادى فيه وأن نتفانى غير أن الفتى يلاقي المنايا كالحات ولا يلاقي الهوانة هل قول المبتنبي حكمة أم مثل إنه حكمة إنه حكمة ما استنتج الفرق بين الحكمة والمثل وهذا السؤال مهم أرجو التركيز علي الحكمة هي خلاصة تجربة تجربة قائلها يعبر عن فلسفته ورأيه في الحياة هذه معنى الحكمة إذن الحكمة هي خلاصة تجربة قائلها يعبر عن فلسفته ورأيه في الحياة ما هو المثل المثل كما قرأنا في الجو النص هو كلام موجز قيل في مناسبة ما يقال أو يعاد في مواقف متشابهة ثانيا وضح الصورة الفنية في عبارة الحديث ذو شجون شبه هنا الحديث الذي تتعدد موضوعاته وتتداخل بشعب الوادي وتفرعاته ثالثا أذكر بعض السمات الفنية للمثل من أهم السمات الفنية للمثل هي الإجاز ثبات الدلالة جمال اللفظ وسرعة الانتشار ننتقل الآن إلى قضايا لغوية أولا الأفعال متعدية ولازمة مثل لذلك من نصوص الأمثال لنستذكر معا الأفعال المتعدية واللازمة فالفعل اللازم هو الفعل الذي يلتزم بالفاعل وتتم به معنى الجملة يعني يكون يتكون من فعل فاعل فقط أما الفعل المتعد فهو الفعل الذي يتعد الفاعل إلى مفعول به لتتم به معنى الجملة فتكون في الجملة الفعل والفاعل والمفعول به لنرى أو نستخرج الأفعال اللازمة من هذه الأمثال عندنا الفعل خرج الفعل لحق يرجع ذهب أو أوكة نفع نظر انصرف أقبل أما الأفعال المتعدية فيها هي لقي رأى استحسنه أراد توسط ساوى ما أغضب ومن الممكن أن نجد أفعال أخرى ثانيا أعرب ما تحته خط فيما يأتي ألف الحديث ذو شجون كلمة ذو لنستذكر معا ما هي هذه الكلمة إنها نعم من الأسماء الخمسة الأسماء الخمسة التي تم أخذها في الصف الثامن الأسماء الخمسة ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجرب الياء وموقع كلمة ذو هنا هي خبر مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة با فلما نظر إليه النعمان استحسنه الفعل استحسن فعل ماض مبني على الفتح والفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على النعمان والهاء هنا ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به إذن الفعل استحسنه فيها فعل وفاعل ومفعول به جيم فاختلف حتى أغضبه اختلف فعل ماض مبني على الفتح وهنا اتصل هذا الفعل بألف الاثنين وهو ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل ثالثا إلى ما تعود الضمائر الغائب التي تحتها خط في العبارة الآتية الواردة في قصة المثل الثاني وكره أن يعمل مثله مثل من الها هنا تعود على الخرونق لغيره الها هنا تعود على النعمان فألقاه من أعلاه الها هنا تعود أيضا على الخرونق ألقاه تعود الها هنا على سنيمار رابعا استخدم كلمة امرؤ في ثلاث جمل بحيث يكون في الأولى مرفوعة والثانية منصوبة والثالثة مجرورة ملاحظا الفرق في كتابتها في كتابة الهمزة نركز على كتابة الهمزة المتطرفة إذا كانت مرفوعة تأتي كما في المثال جاء امرؤ يطلب المساعدة مني امرؤ انتبه كتابة الهمزة على واو لأنها مرفوعة منصوبة رأيت امرأ يتصدق على الفقراء رأيت فعل فاعل وامرأ هي الفاعل فهي منصوبة ونضع تنوين الفتح على الهمزة وتكتب على هذا الشكل مجرورة قرأت بضعة أبيات من معلقة مرئي القيس مرئي القيس هنا كلمة مجرورة وكتبت على يا لأنها مجرورة وهنا نكون قد انتهينا من حل التدريبات التابعة للوحدة الحادية عشر في كتاب المهارات أتمنى أن تكون قد وصلت المعلومة رجاء من الطلبة أن يكتبوا الإجابات بخط واضح على الدفاتر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة